فالحديث عن كفارة المجلس والمسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرز فيها من اللغة لكن العبد مهما اجتهد في ذلك فلا بد أن يبدر منه التقصير فشرع للمسلم كلمات تكون كفارة لما كان في مجلسه ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وينبغي أن يعلم هنا أن ما يقع في مجالس الناس من خطأ وذنب بسبب آفات اللسان على قسمين الأول الكبائر مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللعن والشتم والوقيعة في الأعراب فلا يقول القائل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجلس في مجلسه ويغتاب من أراد وينم ويهزأ ويصخر ويقول الحرام والإثم ثم يقول أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان فالكبائر لا بد فيها من توبة وإذا كانت آثارها متعدية فلا بد من محو ذلك الأثر فإذا كان مثلا نمى فأوقع عداوة بين إثنين أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين فلا يكفي في ذلك أن يقول آتي بهذا الذكر في خاتمة المجلس ويكون كفارة لما كان فيه فالكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله تعالى من تلك الذنوب فهذه حقوق للعباد فيلا تسقط إلا بالعفو والمسامحة منهم الثاني صغار الذنوب واللمم مما لا يتعدى بأثره على الغير فهذا يكفره هذا الذكر عند القيام من المجلس قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سيئاتكم